هذه الليلة ويوم الغد من أيام الحسين من أيام المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه خصوصاً لما يتعلق بالزيارة الرجبية والزيارة الرجبية أكثر من زيارة في شهر رجب ولكن زيارة ليلة النصف ويوم النصف تسمى الغفيلة الروايات تسميها الغفيلة حيث يغفل عنها كثير من المؤمنين وما هذه الزيارات إلا لحكمة بالغة يعني أنت لما نيجي لك واحد يقول ما عندكم بتونه يا الحسين يعني؟ هو جده أفضل منه طبعاً الأجوبة كثيرة ولكن من الأجوبة أن هذه من خصائص الحسين لا نعني بهذا أن نقول أن الحسين أفضل من جده أو أفضل من الحسن أو من الزهراء أو من أمير المؤمنين سلام الله عليكم والشواهد على ذلك كثيراً يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يطوف حول البيت رسول الله صلى الله عليه وآله أو بتعبير آخر رسول الله عندما يطوف حول البيت حول الكعبة هل يعني أن الكعبة أفضل من رسول الله؟ زين؟ إذا أنت بتقيسها بهالمستوى بهالعقلية لا لا رسول الله أفضل من الكعبة ما يحتاج بعد ما حاج يختلف على هذا الأمر ولكن رسول الله يخرج من المدينة حاجاً إلى الكعبة يطوف حول الكعبة ويقبل الحجر هذا ما يعني أن الكعبة أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عندما يكون الحج زين إلى الكعبة لا يعني أن الحج أو الكعبة هي أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك أذكر رواية قرأتها أن واحد من المؤمنين سأل الإمام سأل الإمام أيه أفضل زيارة الحسين كربلا أو مكة قال إله كربلا شلون هي هل تصيرها؟ لو كربلا أفضل من مكة كان صار الحج في كربلا كلام مضبوط لكن شوف أنت الجواب الإمام قال له أيهما أفضل عرفه أم الحرم المكي الكعبة لا شكلنا الأفضل الكعبة الكعبة في الحرام عرفا لخارج الحرام فأي هما أفضل عرفا أم الكعبة قال إله الكعبة قال إذن فلماذا لا يكون الموقف في الكعبة الموقف يوم التاسع لماذا لم يكن الموقف أو لا يكون الموقف في اليوم التاسع في الكعبة أو في الحرام إذن هذه أمور إحنا دليل واضح على أننا لم نعرف من هو الحسين ولن نعرف من هو الحسين هذه روايات من زار الحسين فله كذا وكذا من بكى على الحسين فله كذا وكذا لو وش ما تكون مثقف وتكون مؤمن وتكون إنسان يعني متدين وعارف في نهاية المطاف راح تكون متحير من هذا الأمر يعني أمر محير لكن ش تسوي أنت ش تسوي ما عندك حل تجي إلى روايات كامل الزيارات بتشيل منها ستين رواية مئة رواية إلى متى راح تقول هذه الروايات ضعيفة في نهاية المطاف مهما التفت مهما أمكن التشكيك في كثير من هذه الروايات سوف يثبت الكثير ما عندك حل آخر تقول يعني هذه الروايات وش تسوي فيها يعني نجيب كامل الزيارات كتاب كامل الزيارات شنسوي فيها يعني نحرق نرميه في البحر شنسوي إذن عندما نكون متحيرين أمام ثواب الباكين وثواب الذي تذكره الروايات من ثواب الباكين وثواب الزوار وثواب الخدام خدام الحسين على كل حال هذا من الشواهد على أننا لم نعرف من هو الحسين وأنا مجرد ناقل طبعا هذا مو كلامي لا كلام العلماء يعني أنا مجرد أنقل إليك أننا لم نعرف من هو الحسين ولن نعرف من هو الحسين يقول إليه النبي الحسين في السماء أعظم منه في الأرض وربما اطلعت على مقطع موجود في اليوتيوب أو الانستغرام إلى الشيخ بشير النجفي الشيخ بشير النجفي يقول أنا لما قمت أقرأ هذه الآية وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرا سيقى يعني شنه يعني يسحبونه يعني ما وحد يريد يدخل الجهنم وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرا أنهم يجرون إلى أن يقول وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا عجيب يعني يقول ظلئت سنين أنا متحير متحير يا جماعة شنه شنه يعني شنه يعني وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرا زمرا أهل النار جرونهم معقولة لكن أهل الجنة بعد يجرونهم لشنه منهم يريد 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 أن يدخل إلى الجنة يقول فظليت سنين أفكر أفكر لا إله إلا الله كل ما أقرأ كتب التفاسير كل ما يجيبون بجواب ما أنا مستوع بالقضية هل مؤمنين يجرونهم إلى الجنة لشنه وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يقول إلى أن قرأت رواية هذه الرواية موجودة في الكتب المعتبرة أن هناك مؤمنين يوم القيامة يقولون إليهم ادخلوا إلى الجنة وإذا بهم ماذا وإذا بهم يتأخرون عن الدخول إلى الجنة ولا يقبلون على الدخول إلى الجنة ليش قالوا لأنهم رأوا الحسين رأوا الحسين أثار تعلق بالحسين سلام الله عليه كانوا ينتظرون أن يشوفون الحسين يعني تصور هذا المؤمن اللي طول عمره متعلق بالحسين وشايف الحسين يوم القيامة والحسين يقول إليهم لا أنا راح أمهل في المحشر لأن عندي أمور لازم أخلصها وراح أتأخر في المحشر عجيب ترجمة نانسي قنقر